بعينيها الصغيرتين ترقب من حولها لا تعرف سبب نظراتهم الوجلة وعدهم لدقائق فشواحن أجهزة المراقبة والتنفس الصناعي بالعناية المركزة هذه التي تستلقي بها لم يكن لها أن تصمد لساعتين بسبب انقطاع مخصص الديزل لمستشفى الثورة بتعز أكبر مستشفيات المدينة صمدت هذه الصغيرة وعجز عن ذلك أحد المرضى في ذات المكان تؤفي وكان سبب انقطاع التيار الكهربائي قبل أن يتدخل أحد المتطوعين لإنقاذ باقي المرضى بدعم المستشفى بكمية من الديزل كافية لتشغيله لساعات بحسب رئيس قسم الطوارئ في المستشفى الدكتور أحمد الدميني فإن السلطة المحلية ومنظمة الصحة العالمية أوقف دعم المستشفى بمادة الديزل ما يهدد حياة أكثر من 250 مريضا بالفشل الكلوي بالوفاة خلال أيام وكذلك عشرات الحالات التي ترقد بالعناية المركزة وعشرات الجرحى أيضا قبل فترة انتهت عقود مستشفيات تعز مع مركز الملك سلمان للإغاثة ولم يتم تجديدها وهو ما أدى إلى تكدس الجرحى في مستشفى الثورة وبتوقف المستشفى عن العمل تكتمل أركان الكارثة في تعز يستمر الوضع الصحي في تعز بالتدهور يقابل ذلك إهمال مرير من جميع الجهات المحلية والدولية المعنية بالأمر فيما السلطة المحلية التي تخود فصائلها صراعا مسلحا فيما بينها على عائدات المدينة لم تكلف نفسها بتوفير ما يلزم لمستشفى وحيد لا يزال قدم خدماته لمرضى المدينة وجرحها